الجزء الأخير من ساعة حرة سيد ماهر عبد جودة في بغداد الكاتب المحلل السياسي العراقي كيف سيتصرف رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي في شأن الحوار يقول أنه مستعد لمفوضات لحوار مع أربيل ولكن ضم صقف الدستور العراقي واعتبار أن الاستفتاء وكأنه لم يكن ماذا لو لم يكن هناك استجابة كردية لهذا التوجه ما الخطوة التالية بالتأكيد أستاذ حسين قبل الإجابة على سؤالك أنا أسجل الملاحظة الثانية على الضيف الكريم في أربيل لا زال يعطي تبريرات وتوصيفات وأمور ليس لها واقع على الأرض بما فيه قال أنه الهلال الإيراني على الإقليم نفاها السيد رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي ثم هناك اتفاق عراقي أنه كاركوك تكون إقليم بحال ذاته ولا يرتبط بإقليم كردستان لأنه حسب الخارطة 1991-92 قرارات مجلس الأمن الدولي أما جميع الأوراق استاذ حسين بيد الحكومة وأتمنى أن يتطمرون سيد حيدر العبادي سيد مار ماذا تقصد؟ أنه هناك اتفاق على الكتل السياسية إذا ذهبوا إلى نظام الأقاليم أنه كاركوك ستكون إقليم بواحدها ليس بارتباط مع السليمانية ولا ويا أربيل إقليم بذاته لأنه يحمل مكونات مهمة جدا العرب والإكراد والتركمان وباقي الأقليات الموجودة هذا اتفاق وهذا مفهوم ثقافي طرح بعد 2003 حتى بغداد الأقاليم ضمن دستور العراقي ضمن التي يقبلها دستور العراقي بالتأكيد يقبلها ويقبلها حتى الشارع العراقي ويقبلها حتى هذه الفكرة مطروحة ومقبولة لدى حتى جماهير البسطاء نعم أقول إن بقت قبل جاوبك على سؤالك إن بقت مع الأسف الدكتاتورية في أربيل بهذه السلوك مع الأسف أقول بمرارة وبقوسين أنه ذاهبين إلى احتراب داخلي كردي كردي وليس إيران ولا أنقرة ولكن التعنت الموجود في قرارات الإقليم والإصرار على الذهاب إلى المجهول هو الآن من وصل الحال في الإقليم وبظروف ما يمر بها سياسية أو اقتصادية هي انعكست سلما على الشارع الكردي أما أن الدولة والحكومة بيدها جميع الأوراق لأن المواطن الكردي بمنه يشعر في أجواء ديمقراطية وأنه أيضا اقتصاديا مرتاح وانفتاح وما إلى ذلك فلا حاجة به لتحقيق الحلم الكردي أولا أن تتحدث عن الدكتاتورية الكردية يعني مسألة الاقتطال الكردي الكردي برأيك هل سيكون هناك من يشجعها داخل العراق وربما خارج العراق أم ستعمل الحكومة حكومة بغداد حتى على منع وصول الساحة الكردية إلى مثل هذه الحرب لأنها قد تشكل تهديدا للعراق كله قضية الذهاب إلى الفوضى في داخل الإقليم أكد عليها رئيس الحكومة عدة مرات وقال عندما تحدث هكذا فوضى سيتأخذ الجيش العراقي ولكن هذه الفوضى بالتأكيد ستدفع من دول وهي معروفة لديها مصلحة لكن نحن كعراقين لا نقبلها لأخواننا في الكرد نعم كان الإقليم دائما يحاول يضعف المركز في بغداد دائما يذهب إلى الاحتراب الطائفي دائما يشجع كثيرا ما أتهم الإقليم ورئاسة الإقليم بداعش وآخر ما جرى في تحرير المناطق التي موجودة وسلمها والدواعش بالمئات ولم نعرف مصيرهم ولا حتى أوراق التحقيق أما أنه تقول نعم في الإقليم لديك ديمقراطية ولكن لحد السيد مسعود البرزاني خط أحمر لا ممكن تتحدث عنه لا على مستوى الإعلام ولا على مستوى الشارع في أربيل لكن عندما تذهب إلى دهوكوس ليمانيا الوضع يختلف تماما حتى حلبشة هناك بحبوحة ديمقراطية نعم أنه ذكرت في سؤالك تقول الدولة نعم أستاذ نعود إلى السؤال نعم الدولة تتعامل وفق الدستور والقانون ما هو الدستور والقانون أن تكون المطارات والمنافذ الحدودية والتحويلات المالية والحلقات الإدارية ما بين الإقليم والمركز تكون بيد وبإشراف الحكومة الاتحادية ومعروف بالدستور لدينا وزارات سيادية أن تؤدي دورها في داخل الإقليم على مستوى الدفاع والداخلية والخارجية والنقل هذه وزارات مهمة ومعروفة أن تاخذ صلاحياتها ضمن حتى حدود الإقليم لكن أنا أستغرب لماذا لا يعود السيد مسعود البرزاني بخارطة سياسية لحل حلة هذه المشاكل نعم ارتكب خطأ تاريخي واستراتيجي من حق أن يعيد لعقلنا المرحلة ودراستها بدل تصدير التبريرات أنا لا أتهم شركائي حتى لكراد بالخيانة وأتهم إيران بالحرس الثوري وأتهم بغداد بالتآمر والخيانة أنه أنا فشلت في مشروع علي كيف أصحح المسار ممكن نتمنى من السيد مسعود البرزاني أن يترك الفرصة لغيره لتصحيح هذه المجالات أقول أنه نعم الاتحاد الوطني والديمقراطي إذا أبقى هذا الصراع لم يكن هناك إقليم في المستقبل ونتوقع تماما وهذه تسجل علي لم يبقى إقليم وستعود محافظات إلى العراق إن بقى هذا النظام بفكر عقلي مع الأسف قومي وبعيد عن الديمقراطية سيتمع ثمنها الإقليم واليوم الإقليم يمر بظروف كل الصعبة وقاسية نعم فقط لدي دقاء قليلة لأختم مع الضيفين لو سمحت سيد ماهر سيد دوغلاس أليفانت في واشنطن هل ستتدخل واشنطن لمنع احتراب كردي كردي لن نتدخل ولكن سنراقب عن كثب أنا أختلف مع الضيفين الكريمين وأعتقد أن هناك أعتقد أنه لا توجد إمكانية الاتحاد بين السليمينية وأربيل هذا ليس متوفرا الآن ليس نتيجة بالخلافات نعم عفوا سيد دوغلاس تحدث هناك نقطتين أود الاستضاحة بشكل سريع لا سمحت أولا كنت سألتك عن إذا وقعت حرب كردية كردية واشنطن قلت لن تتدخل هل ستتفرج على الأكراد يتحاربون في العراق طبعا واشنطن دبلوماسيا ستتدخل ولكن بالتأكيد لن نقوم بوضع قوات حفظ سلام على الأرض لفصل القوات سوف ننخرط دبلوماسيا مع أصدقائنا في أربيل والسليمانية ونطلب منهم التوقف مسألة ثانية كنت تتحدث عن أن الاتحاد بين أربيل والسليمانية أم بين السليمانية وكاركوك المسألة التي كان يشار إليها على احتمال تشكيل أقليم واحد أود الاستضاحة ما سمعتم منك أعتقد أن الاتحاد بين السليمانية وكاركوك هو أكثر احتمالا مما كان قبل شهر ولكن هو أقل احتمالا من البدائل الأخرى أيضا مسألة متعلقة ربما أربطها بموضوع الأكراد في سوريا اليوم كوات سورة الديمقراطية المدعومة من واشنطن وغالبيتها كردية تعلن تحرير الرقة من تنظيم داعش في الوقت الذي ثمت الشعور لدى أكراد في العراق أن واشنطن تخلت عنهم أنت قلت في بداية الحلقة أنها لم تتخلى عنهم لكن ثمت من يرى هنا ربما أن بينما مزدوجين الكردي المفيد هو الكردي الذي تؤيده واشنطن إذا كان يخدم مصالحها فهي تدعمه وأن لا يخدم هذه المصالح فأنها لا تدعمه ما ردك على ذلك أعتقد أنه في نهاية المطاف واشنطن هي هكذا مع الكل سواء دولة أو غير دولة واشنطن تتابع مصالحها وعندما يتوافق معنا الأصدقاء نكون أقرب وعندما نختلف نختلف نعم عندما يتعلق الأمر بسوريا بالتأكيد الأكراد لعبوا دورا هاما في تحرير الرقة ولكن لا أحد يعتقد أن الأكراد سيبقون فيه داخل الرقة نعم واشنطن ستضغط لإخراجهم حتى لا تثير المسألة حساسيات كردية عربية وتركيا أيضا نعم سيد حسام الدين قال لي في أربيل هل في تقديرك المسألة قد تصل فعلا إلى احتمال حرب أهلية كردية كردية في العراق نعم أنا أستبعد هذا الرأي تماما لأن أعتقد أن القيادات الكردية ليست في مصلحتها الشروع في هذه الحرب وبعدين ظروف الحرب الداخلية غير متوفرة نهائيا يعني خضية بأن هناك بعض الأفراد عقدوا صفقة هنا أو هناك لغرض بعض المكاسب أعتقد أن هذا الموضوع لا يخل بكل الصورة الموجودة في داخل الأقليم الأقليم بالعكس يتجه حسب منظوري يتجه للمزيد من الحوار فيما بين الأطراف لأن المصلحة سواء لبغداد أو لأبناء الشعب الكردي أعتقد أنها تصوب في قضية التوحد والتمركز أما قضية بأنه أنا في الحقيقة أعاقب لنصف دقيقة إذا سمعت لي أقليم كردستان لم يسعى إلى إنشاء دولة قومية بالمعنى التطرف الذي أشير إليه من قبل بعض الدولة التي من الممكن من الممكن أنها ليست دولة قومية بمعنى بأكثر مما هي دولة فيدرالية متعددة القوميات ومتعددة الثقافات هذا من جانب من جانب الثاني أعتقد بأنه هذا المشروع لن يلقيه الاستفتاء يعني الاستفتاء من الغاءه أو عدم إلغاءه سوف لن يلقي من هذا المشروع إلا إذا قدم المركز ما هو يفوق يعني يفوق ذلك المركز حاليا بكثر ما هو مجغول بالأقليم كان المفترض أن يستخلص العراق من قائمة أسوأ دول العالم معيجة أفقر دول العالم من الناحية الاقتصادية أكثر دول العالم انتهاكا للارتكاب للجرائم الجنسية والكراهية والمخدرات هذا العراق هذا هو واقعا أما قضية أنه العراق دخل في معركة مع أحد الأطراف والقوات انتصرت أعتقد هذا سوف يعني يعطي نوع من النشوة لحكومة المركز لكنها لن تستمر لفترة طويلة إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من ساعة حرة شكرا جزيلا لك السيد حسام الدين قلي رئيس القسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل أشكر من بغداد السيد ماهر عبد جودة الجودة الكاتب المحلل السياسي العراقي ومن واشطن سيد دوغلاس أليفاند كبير الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا شكرا لكم مشاهدين المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة